بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتابه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نواصل الدرس وحديثنا اليوم هو استكمال للموضوع السابق وهو حاجة المجتمع للدين أو حاجة المجتمع للعقيدة وكما قلت للحديث عن هذا الموضوع جوانب كثيرة يصعب علينا أن نتعاطى معها بشكل عام شامل إنما المقصد أن يقف الطالب أو القارئ أو المستمع على بعض الجوانب التي من خلالها يمكن أن يعيد حساباته فيعود للدين الحقيقي الذي علمنا إياه الله ربنا سبحانه وتعالى وجاء على يد محمد صلى الله عليه وسلم أحياناً قد نتعاطى مع بعض الموضوعات بشكل فيه إيجاز لكن لا يضر لا للمستمع ولا للقارئ لأن للدين أو للعقيدة جوانب كثيرة يصعب علينا بالذات كمتطلب جامعة أن نتعاطى مع كل الجوانب حتى يعني نثير هذا الأمر عند بعض المستمعين لربما يحكم علينا من خلال هذه المحاضرة وينسى المستمع أو القارئ أو المشاهد أن هذه محاضرات متطلب جامعة نتعاطى مع القضايا بشكل بسيط بشكل ينسجمه مع متطلب الجامعة بس حبيت أنبه حتى يعني لا نظم من أحد وخاصة أننا أمة ممهورة بطول لسانها والحمد لله رب العالمين أعود وقل بدأنا نحن في المحاضرة السابقة عن الحديث عن حاجة المجتمع الإسلامي للدين أو للعقيدة وكان هدفي هو هدف تثويري تساؤلي أنه إحنا نتساءل نحرك العقل لنرى جماليات هذا الدين لنرى قيم هذا الدين لنرى كم لبى هذا الدين حاجة الإنسان يمكن أن أنبه وألفت انتباهكم أن هذا الدين احفظوها عن ظهر قلب اهتم بالساجد قبل المساجد بمعنى اهتم بالإنسان قبل بناء الحجر لأن الإنسان الحقيقي هو الذي يتعامل مع الواقع بإنسانيته وبقيمه الأخلاقية مش معنى هو بدكور المساجد إنما هو معنى بإيه كم مستوى أخلاقه كم مستوى التعامل معه فيريد عندما نستمع لموقف معين نتأكد كم هذا الدين رائع جميل من خلال حرصوا على القواعد الاجتماعية اللي احنا اتكلمنا عليها حرصوا على القواعد السياسية اللي رسم وخط ضربها الإسلام وحديثنا اليوم يعني امتداد لما بدأناه على أساس إنه أيضا حاجتنا للدين حاجة اقتصادية تنحصر في أمرين طرق الكسب ووسيلة البيع حيث رسم الإسلام طريقة إيش الكسب يعني كيف إحنا نكسب المال وطريقة إنفاق المال لم يرسم لنا الإسلام بشكل نصي كيف تكون عملية البيع والشراء كيف عملية إنما رسم الخطوط العامة للتعامل في بيعنا وشراء رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى اشترى تخيلوا لماذا لأن الإسلام سيحاسبنا عن المال اللي نكتسبه بطرق شرعية أما المال الذي سيكتسب في طرق ملتوية نكتسبه بأيمان مغلظة وعلى الأغلب إلا من رحم تكونوا كذبا سيسأل عنه الإنسان لقد رسم لنا الإسلام ما يسمى بحماية المستهلك من الغش هو ما تكلمش بالمسمى لأن المسمى هذا حديث إنما المسمى من المفردات الحديثة لكن المعنى ودلالة المعنى كانت موجودة بتوجيهات الرسول عليه الصلاة والسلام ويمكن هذا الأمر يا بنات نعاني منه اليوم مرت علينا فترة من الفترات هذا صيني استيراد إسرائيل هذا صيني تركي هذا تركي صيني هذا يهودي كنا نعاني حسب متغيرات الواقع السياسي والله إذا كان الطريق سكرت عن طريق مصر هذا عن طريق إسرائيل من الصين بس بيكون مختوم يعني الماركة تبعته فل الفل نعم نعم وإحنا أحيانا نستورد المواد هذه مباشرة من الصين بالكيفية التي يوصي عليها التاجر بيطلع الصين بدي المواصفات أو بدي هذه الشغلة الثمن تبعها شيكل اتنين شيكل خمسة شيكل ميت شيكل حسب بيفصلك إياها زي ما بدك إياها في السعر عشان يضاعف ايش الربح وهي من الصين وهي جاي عن طريق إسرائيل لكن جاية هي مخصوص لغزة لأنه لو مر لو مرت عن طريق إسرائيل يمنع من عن بات أن نطعط لكن مدام البباعة جاية مباشرة لغزة لغزة فليكن حتى نجد الكروش المتخمة على حساب الغش هل سمح بهذا الإسلام أبد هذا على مستوى البائع والمشتري عانينا فترة من الفترات لما كانت تجينا الابضاع عن طريق لأنفاق لقد كانت البضاع التي وردت عن طريق الأنفاق بضائع ولا مستواه مستوى خمسة لا تساوي شيئا ولم نجد إلا أصحاب الكروش اللي امتلأت ديوبهم غنى وعلى حساب فقراء وغلاب الوطن دون أن تكون هناك لأدنى رقابة وإلا الطبقة المتكرشة من أين تحصلت على هذا الغناء المريب ربح مش طبيعي ولا أحد يسأل وطلعت الطبقة هذه وطلعت الطبقة هذه وظهرت ورأيناها رأي العين كلها لأنه ما فيش سجف ربح محدد ما فيش بلا ضوابط كل على حساب المستهلك هل بهذا أمر الإسلام رحم الله رجولا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى الإسلام منع الغش على اعتبار أنه من غش فليس من طبيعة أخلاقنا ولا من طبيعة حياتنا ولا من طبيعة هذا الدين لأن الأمانة هي عنوان من عنوين حياتنا وسلوكياتنا هذا هذا هو ملامح الإقتصاد يراعي الفرد يراعي المستويات طبعاً إحنا مش هنتكلم عن النظام الإقتصادي الإسلامي على اعتبار أنه يعني مقارنة بالنظام الرأسمالي أو مقارنة بالنظام الماركسي أو الشوعي لا يعني هذه مداخل يعني قد تبعدنا كثيراً عن سياق حديثنا المقصد كما قلت أن نبين أن المال في النظام الإسلامي هو لله عز وجل وما هو إلا وسيلة مش غاية نتحصل عليها ونستغل موارد الناس نستغل حاجة الناس لا إحنا بمجرد يا جماعة ما يصير أي موقف بتلاقي الأسعار على وين مباشرة ارتفعت طب أنت استورطتها بالسعر القديم ولا بالسعر الجديد ما هي المخازن بتكون مليانة ومع ذلك عندما ارتفع السعر على طول أنت بترفع الأسعار بناء على سعر اليوم مش على السعر اللي أنت استوردت فيه ولبضاعة مكدسة في المخازن الأمر الأمر التجار إما أن يكون مع يعني فجار الأمة أو يكون مع الأنبياء لأن التاجر الأمين والله مع الصديقين والشهداء هل نتصف نحن بهذه الصفات هذه المسائل عالجها هذا الدين على أن المال هو وسيلة من الوسائل وليست هي غاية المال عمر ما كان إن كان غاية سيدوس الإنسان على مفردات كثيرة في سبيل أن يعلو ويعلو ويعلو حتى كما قلت لو كان ذلك على حساب فقراء المجتمع سيكون الغش هو عنوان له بعيدا عن الرأف والرحمة بين الناس والأمثلة كثيرة يعني حدثني أحد الأصدقاء من أصحاب المعارض إياها اللي بتبيع بدلات الأفراح والكلام هذا هي اللباعة شو معمولة في المصنع تحت تحت المعرض وتكت ميد إن بريس ميد إن إيش الماركة اللي بدك إياها بحط لك إياها على قطعة وي طبعا الناس بطيبة قلبها ولا بشغلة تانية أو بتنافسها اللي ما إله لازم ولا رحنا على المعرض اللي فلان اشترينا ولا رحنا بالسعر اللي فلان جبنا وهذه هيها هذي أصبانية هذي فرنسية هذي أمريكية هذي كذا وي طبعا كله شكل من أشكال إيش الغش اللي ربنا سبحانه وتعالى نهانا عنه على أي حال عنا إحنا قناعة مطلقة بأن هذا الدين رسم لنا طرق وضروب واضحة ونبه العقل الإنساني لأن يبدع ما أجمل الحديث عنه في القرآن الكريم بحيث يلبي هذا الدين متغيرات الواقع وحاجة الإنسان مع هذا المتغير وعن العقل الإسلامي إيش احترم هذا الإبداع احترم هذا الدين لو ضربنا مثل على إنه على أي العقود يعني والله بدنا نستند على ثقافات الآخر على أي عقل نعتمد هل على العقل اليوناني هل على العقل الأوروبي وعننا إحنا عقل إسلامي متفتح قادر على أن يستوعب المتغيرات لحظول عنا يعني على النحو الذي ورد في كتاب قصة الفلسفة اليونانية أن الفيلسوف اليوناني هيرا قليطس قال يعني شوف إن كان الناس على حسب ما يذكر قطعانا من الغنم حقت عليها المهانة وهم أنعام تؤثر الكل على الذهب وهم كلاب تنبح كل ما لا تعرفه أيعقل أن نعتمد على هذه القواعد التي تكلم على الأقل هو لا يحترم خبرات الآخرين لا يحترم إبداعات الآخرين ونحن على قناعة تامة أن إبداعات الإنسان هي إبداعات تراكمية وليس هناك ما يمنع أن نعتمد على المعارف التي تكون هي من إبداعات الأمم التي سبقتنا بل بالعكس الإسلام نبه وقال الرسول عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم يعني يستطيع الإنسان أن يبدع شيئا يلبي في هذا الشيء حاجته لاستمرارية الحياة ولا غضاة في ذلك أما أن نتهم بالكلية الأمم التي سبقتنا أو جهود الفلاسفة أو العلماء الذين سبقونا أعتقد ليس هذا من خلق الإسلام وليس هذا من توجيهات محمد عليه الصلاة والسلام إذن على ضوء ما تقدم بدنا نستنتج إحنا بعض النتائج اللي هي الهدف من حديثنا واللي أنا قلت في بداية المحاضرة أنه الهدف تساؤلي تثويري عشان يحرك عقل الإنسان ليرى جمال هذا الدين ليرى أخلاق هذا الدين ليرى مبادئ هذا الدين السامية اللي مهما تحدثنا عنها لن يكون في مخدورنا أن نلبي كل ونوضح كل هذه الجماليات على هذا الإنساس ندرك أن الإنسان في حاجة ماسة إلى مجموعة من القواعد والمفاهيم أو المعطيات التي يمكن أن توجه وتوظف قدرات العقلية والإنسانية لخدمة هذا الإنسان من خلال بناء تصور شامل أحتاج إليه ونسترشد به يعني لأنه يا بنات الدين أو العقيدة مش عبادات مش أشكال قيام وقعود من الطاعات لا إنما جاء هذا الدين على أساس أنه الدعام الرئيس لبناء المجتمع الإنساني هيك إجت التشريعات عشان كده في بداية المحاضرة قلت نحن في حاجة إلى الإنسان الساجد بدنا الإنسان الحقيقي لا إله ذكرات المساجد أو المبالغة أي عبادة من العبادات كما قلنا سابقا وأقم الصلاة بس ولا الهدف إن الصلاة تنهى عن الفحشاء هاي الهدف هذا الهدف إنساني مجتمعي تنهى عن الفحشاء والمنكر على مستوى الفرد وعلى مستوى مين الجماعة المقصد هو إنه الصلاة تضبط حتى عيون الإنسان حتى يد الإنسان حتى معاملات الإنسان الصلاة لها روح إنسانية ما هياش باللغة الدارجة يا بنات هادي إشي وهذا إشي لا هادي نقرة وهادي نقرة هادي طاعة وهذا ذنب لا الدين الإسلامي أو العقيدة أو كل متكامل بالله عليكم عندما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالزكاة هل لأن الله سبحانه وتعالى في حاجة إلى المال لكي ننفق على الفقراء واللهي تطهير للقلب ومحاربة شح النفس وحرصها على المال حتى فتحنا أبواب لعمل الخير عن طريق الصدقة سبحان الله فإن الصدقة كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام تطفئ غضب الرب شوفوا كيف استغفار وصدقة حتى يكون هناك من الحرص على بناء المجتمع من خلال ماذا من خلال التواصل المجتمعي اللي محفوظ بالزكاة اللي ربنا سبحانه وتعالى أقرها علينا وإن لم تكن هناك زكاة لا بأس من الصدقات اللي كل حسب وسعه وطاقته لا يكلف الله نفسا إلا خلاص يمكن الشكل اللي أنت بتنفقي في سبب آه للخير يقابل مئة شكل آه أنت قدرتك واحد سين قدرته عشرة هذا الواحد في ثوابه والله أعلم يساوي العشرة أو المئة شكل لأنه أنت أخرجت طاقتك أخرجت ما في وسعك عشان كده إحنا بيكون إسلام حريص على بناء المجتمعات بل واعتبر حصن الخلق هي نهاية القصوى حصن الخلق الركن الأساس لبناء المجتمعات ولما بتكلم عن الأخلاق أنا بتكلم عن الأخلاق الاجتماعية الأخلاق السياسية الأخلاق الاقتصادية كلها تندرج تحت الأخلاق تندرج تحت بند المعلومات والمعاملات ماذا لدي أنا من قيم أخلاقية معلوماتية اللي أرى أو أريد أن أرى آثارها على أرض الواقع هذا أمر في غاية الخطورة وما بنيت المجتمعات زمن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من خلال حالة التطهر حالة الإنسانية التي تمتعت بها المجتمعات لأن الأخلاق كانت حاضرة في كل موقف الأخلاق كانت حاضرة في كل سلوك بمعنى كانت مخافة الله جو قلوب تلك المجتمعات تحمل الصدق عنواناً لها شوفوا لما يكون الصدق والنية طاهرة بأبعادها الأخلاقية كيف ستكون حال المجتمعات كيف ستكون حال المعاملات كيف ستكون حال الأسرة كيف سيكون الإنسان إذا غاب عن القانون فهناك رقيب اسمه الضمير نحن اليوم نخشى المراقبة الخاردية ونهمل الضمير المراقب الداخلي عشان كده دائماً هناك فرق كبير بين نظام يقاد بإيه بقانون بقانون سجن وسجان وبين إنسان يقاد بضمير وقرآن لما بيكون أنا خائف من السجن خائف من أني أنا أنفضح لو أصلحنا ما في أنفسنا كان المشاكل انتهت لو كان النفس طاهر لاحقت ولا غل ولا كراهية كان أخذنا القاعدة ربنا لا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا لكنت تراحم لكنت التواصل لكنت المرحمة كانت هي العنوان لكن اليوم يا لطيف عيننا يعني بتطلع في الهادب أبداً تنكسر كسر ما عيننا وطبعاً الحسد لا ننكره لكن يا لطيف عيننا ما منتمنى الخير لا أحد اللي أنتو أخذتوه في علم الحديث هناك فرق بين الحسد والغبطة الغبطة معروف أن نتمنى ولا نتمنى زوال النعمة عنك لا إنما نتمنى وهذا أمر مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام سبحان الله قال لا حسد إلا فتنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آلاء الليلة والنهار ورجل آتاه المال ينفق فيه في سبيل الله بس غير كده آه لا يعني بدك تحزد على أيش على دنيا فازدة يا ستة اشتهدي والله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان والرزق أبوابه مفتوحة لكنكم لا تستعجلون قطف قطف الثمار ينفق الشر سهل وبسيط ورخيص آه لكن عواقبه ما ما ليش دعوة ممكن تنكشفي وما تحصليش على حاجة إذا ما انكشفت العاقبة وخيمة متى يوم تفر كل مرضعة عما أرضعت شوفوا هول ذاك الموقف الناس سكارة لا 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 مش بسكارة ولكن عذاب الله شديد هذا الموقف العظيم اللي احنا بيستنانا عشان كده دوما أؤكد على حضور هذه القيم في حياتنا على حضور هذه القيم في معاملاتنا المقصد أين أنت أين أنا طيب القيم وعرفناها القيم أنبهنا عليها طب بدها شوية أحاسب نفسي بناء على قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كيف ولتنظر كل نفس ما قدمت لغد واتقوا الله مرة تانية شوفوا كيف إن الله خبير بما تعملوا في آية لسه قصيرة اتقوا الله ولتنظر مرة تانية التنبيه على أهمية التقوى في حياة إيش الإنسان طب إذن إحنا محتجين إنه إحنا نشغل عقلنا نحاسب السنة والحكمة ضالة المؤمن ما في أنا أحكي يا بنات إنه أنا والله بفهم وأبدا لا خدوا هالحكمة وتمتعوا في جمالها فعلا لأنه حتلتقوها واقعيا سئل عامر بن مرة الزهري حكيم من حكماء العرب من علي أبي طالب يعني علي بن أبي طالب سأل عامر بن مرة الزهري وقال له من أحمق الناس قال من ظن أنه أعقل الناس تعمل حالك أو أعمل حالي إنه أبو فهيم وأبو فهمي لا 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 زي ما أنا بفهم اعطي الناس حقها إنه هي بتفهم صح أما إني أنا البفهم لا 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 الناس برضو عندها عقل وزي ما أنا بفهم برضو الناس بتفهم طيب طيب من أعقل الناس قال من لم يتجاوز الصمت في عقوبة الجهال هذا العاقل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما شوف ما أجمل ما أجمل التعبير الرباني القرآني شوف خلاص مدام الإنسان جاهل وعلى رأي يعني ما حجشت جاهلا إلا وإيه غلبني هزمني لأن الجاهل إيه بدك تتعاملي معه وما حاجشته عالما إلا وغلبته لكن الجاهل دائما بيغلب بالصوت جاهله بكذا اتطلعوا حتى ننهي حديثنا سبحان الله جبريل عليه السلام اتطلعوا يا بنات على مكارم الأخلاق عيشوا لحظة الصدق بس مرة وحدة بلاش كل يوم خليها ستة يوم بعد يوم كل أسبوع مرة أين أنا سلوكي اللي بسويه صح خطواتي سليمة إجى جبريل لمحمد عليه الصلاة والسلام قال له جبريل يا محمد صلى الله عليه وسلم جئتك بآية جمعت مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة آية وحدة ما هي قال خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين ثلاث شغلات العفو شوف كين وكمان بالعادة التي تنسجم مع ديننا وعرض عن الجاهلين فمحمد صلى الله عليه وسلم كان يريد بزيادة وضح يعني قال ما المقصود فقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يأمرك أن تصل من قطعت وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك شوف مكرم الأخلاق وين مش إجاني حروح له ما جنيش مش منقول مش حروحش لا ندعي عليه عرض ياخد وربنا يجيب وربنا ما ما عزمنيش على إيش شايف حاله على عربي يا سبتي خلص مع جمكي ما تعزمه إيش خلص وطولة لسان لا إيش الأصل أن نحسن إلى من أحسن إلينا هذا هو الإحسان الحقيقي أن تصل من قطعك الناس قاطعة أرحام خلص رحت لها ولوات بوزها مش رايح العرض ياخدها وطلعها وينزلها حرام عليكم يا ناس علمنا القرآن العفو عند المقدرة جمال هذه هذه مكارم أخلاقية محتاجين نتعامل معها ليش لأن القرآن ليش قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم طب كلها المكارم الأخلاقية بالله عليكم فيها تعقيدات صعب أنا بد أكون أسأل سؤال صريح من منا يكره الصدق والأمانة والوفاء والأخلاقيات هذه في حد يكرهها والله ولا بدنا نعيدها يا بنت قدر المستطاع بدنا نحاول حتى وإن ول معنى ذلك أنك أنت فتحت الباب مفتوح أمام النصب والكذب مدام القناعة هذه جسدت عندي معناته أنت ستكونين أول من يدعو إلى رذيلة الكذب طب بتقبل على نفسك للي قال تولى مين اللي حك تولى عادي مين إن كان قد ول هل عشان أثبت لك أنه لأ ما ولاش يعني منطقيين إحنا طب أنا بدي أسألك نفسك جاوبين بصراحة ولا بالمطلق طب خلاص إذن إذن في خيرية هذه الخيرية مطالبون نحن أنا وأنت أهلي وأهلك والسامع أن نجدد هذه المنطقية بالحد الأدنى لا نريد أن يدفعنا حال الواقع إلى سوء المنقلب مش معنى والله ألم أقل لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تكونوا إمعة كما يقول الناس تقولون وكما يفعل الناس تفعلون طب أنا بدي أسأل إذا كان الناس حرمية أنا أكون حرامي إذا الناس سيئة طب ما إحنا على الأغلب والله حتى السيئ في طبعه وفي أخلاقه آه إنه ما في لحظة معينة لا يقبل على نفسه إنه يعني كيف أنا عملت أديب لك مثال لو إنسان شرير سكير سيئ الأخلاق وما خلى وأراد الزواج هل يقبل على نفسه أن يتزوج أخت حتى أخت من يسكر معه أو 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 أبداً يعني بيحاول أنه يطلح حاله منها المصيبة هذه وأن يطرق الأبواب ليه؟ لأنه النظافة حالة فطرية مغروسة في قلب الإنسان سعيه نحو الفضيلة بس شوية هالغبار يزيح الإنسان بفطرته يحب الخير لكن بده شوية لكي يكبح الهوى ويحارب هذه النفس الأمارة بالسوء حتى يصل إلى النفس المطمئنة من خلال النفس اللوامة لو إحنا صحينا النفس اللوامة شوية عنا كان وصلنا إلى مرحلة النفس المطمئنة لكن إذا كان الناس بدها تحط راسة وبينها الروس وتقول بالبلد كده بالمثال يا قطاع الروس أعتقد لن تستنهض الأمة ولن تبنى ما دمت أنا أتهرب من المسؤولية أنت مسؤوليتك زي ما حكينا في المحاضرات الأولى مهمتك مش أكله شربه بس مهمتك أن تكون عنوان للفضيلة عنوان للخلق أنت يا من استخلفك الله في أرضه لا بد أن تكون وقافة على هذه الأمانة التي استأمنك الله سبحانه وتعالى أنت عندك دورك بناء سواء أم مربية في مدرسة في مستشفى في أي مكان على الأقل عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به زي ما بتحب أن الناس ما تأذيك طيب لا تؤذي الناس والبداية الأمراض النفسية من حسد وغل هذه الأمراض التي كفيلة بأن تدمر العلاقات وتدمر نفسية الإنسان طبعا على الدوام نحن ننبه على الدوام نحن ننصح ودوما نقول ربنا يعني اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه هذا هو المقصد عودي إلى رشدك عودي إلى طهرك كما أمرك الله سبحانه وتعالى هذا وبالله التوفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر